السلام عليكم تطبيقات الملاحة كثيرة ومتعددة أشهرها ربما جوجل مابس ويز وتطبيق مابس المدمج في الآويس من وغيرها ولكن قليلة هي تلك التطبيقات التي لا تحتاج إلى أنترنت صحيح أن بعض التطبيقات كجوجل مابس تدعم تحميل خرائط لمناطق معينة ولكن من باب البحث عن الحرية كنت قد شرحت تطبيق Air We Go لنوكيا سابقا هذا التطبيق المتاح على الاندرويد والآويس الذي يتيح إمكانيات تحميل خرائط معينة لدول معينة وبالتالي الملاحة بكل حرية لماذا عدت إليه إذن؟ عدت إليه لأجيب عن أسئلة المتابعين بخصوص عدم دعمه للعربي منذ لحظات فقط الدخول الأبستور كما تلاحظون والدخول للتحديثات كما ترون آخر تطبيق لدي تم تحديثه هو Air We Go وفي وصف التحديث قالوا إنه صار يدعم العربية لنتأكد إذن بالإضافة للوصف أن نضغط على الإعدادات وننزل حتى نجد Air We Go هنا في الإعدادات لاحظوا سوف ننزل إلى أن نجد Air We Go نضغط على اللغة في الأسفل لاحظوا صار يدعم العربية المملكة العربية السعودية مع أنني شرحته باللغة الفرنسية إلا أنني سألقي عليه نظرة سريعة حتى يتمكن الإخوة من معرفة أهم ما يمكن ضبطه وإعداده على أن أترك لهم الباقي حينما يفتح بهذا الشكل يسحب إلى الأعلى وها أنت أمام مثلا تحميل خرائط قبل الإعدادات لك أن تحمل خرائط بالضغط على تحميل خرائط بالضغط على تحميل خرائط جديدة لك أن تختار القارة في حالتي مثلا أختار إفريقيا ولك أن تنزل حتى تجد دولتك في حالتي أبحث عن المغرب وجدت المغرب ما علي سوى أن أضغط على أيقونة التحميل وأنتظر إلى أن تحمل خريطة المغرب هي أكثر من 200 ميجا أعود إليكم بعد انتهاء التحميل لاحظوا بعد انتهاء التحميل ظهرت علامة خضراء في مكان علامة التحميل والإشارة حتى في تحديث الخريطة تظهر علامة التحميل الخريطة تحدث بين الفينة والأخرى إذا انتهينا من هذا الماكد نجد مجموعة من العناصر كما أسلفت سألقي نظرة ليس إلا الإعدادات أهم شيء في التطبيق هو إعداداته سأختار منها بعض الإعدادات فقط أختار خيارات الصوت لتروا أنها أصبحت تدعم العربية حتى في الأصوات الأصوات الإرشاد أثناء الملاحة إذن ها هي خيارات الصوت بالنسبة لي أنا سبقا حملت الفرنسية والعربية لكم أن تحملوا ما تشاءون وتضبطوا الإعدادات كما تشاءون أشير فيما يتعلق بالصوت تفادياً لكل مشاكل يجب الدخول إلى الإعدادات والنزل إلى تسهيلات الاستخدام بعد الدخول إلى تسهيلات الاستخدام ونحن في العنصر الأول اللي هو الرؤية ندخل إلى العنصر ما قبل الأخير فيها فالرؤية يعني لهو المحتوى المنطوق ونفعل الخاصية الأولى والثانية حتى نتأكد من نطق المحتوى من طرف هذا التطبيق وغيره إذن سأختم ب إعطاء الانطلاق لمصار جديد كما لحظتم يسألوني التطبيق إلى أين أختار أي وجهة من الوجهات السابقة التي لازلت في السجل لاحظوا إن كان للموقع المراد ذهب إليه عدة اتجاهات اضغط على الاتجاهات تظهر هنا مجموعة من الاتجاهات تختار ما يناسب ك منها وتضغط لاحظوا والآن بدأ التوجيه ليبدأ التطبيق في عمله وهذا هو أغلب ما يمكن أن يقال حول التطبيق كما قلت شرحته بالتفصيل المفصل ولا أريد أن أعود إلى ذلك التفصيل وبالنسبة لي فهذا هو أفضل تطبيق للملاحة عن تجربة جربته مرات ومرات خاصة وأنه لا يربطك برصيد الانترنت الموجود على جوالك ترجمة نانسي قنقر